محمد سعيد الوافي هل تتوقع أن نعرف ساكن البيت الأبيض للأربع سنوات المقبلة في غضون ساعات قليلة؟ في غضون ساعات نعم إيمان قليلة لا أعتقد بسبب التأخر رغم أن دونالد ترامب يتقدم بفارق كبير في ولاية بنسلفانيا وكذلك يتقدم في جورجيا هناك نوع من التعادل في أريزونا ميشيغن يتقدم قليلا الحسم لم يتم بعد في ميشيغن لازلت متأخرة لكن أمامنا الولايات التي تبقى إيمان هي أريزونا جورجيا ميشيغن نيبراسكا نيفادا بنسلفانيا ذرجينيا وويسكنسن في ويسكنسن هناك تعادل كذلك أو بتقدم طفيف لدونالد ترامب أنا لا أحسب الآن ما الذي فاز به ترامب أنا أحسب ما الذي لم تفوز به كامالا هاريس لأن كامالا هاريس أصبحت الآن في العد العكسي عليها أن تفوز بكل ما تبقى من الولايات وعلى ترامب أن يفوز بثلاثة ولايتين أو ثلاثة على أقصى حد منهم واحدة تكون في الحزام الأزرق يعني أن تكتيك الجمهوريين كان دائما هو التركيز على الوسط وبعد التركيز على الوسط يأتي اختطاف بعض الولايات من الشمال الشرقي بطبيعة حال من الصعب جدا عليهم اختطاف الولايات الموجودة في هذا الشريط هذا الشريط تاريخيا للديمقراطيين وهذا يتضح الآن جليا لأنها فازت بولاية واشنطن سياطل إذن نحن الآن أمام تحديين اثنين التحدي الأول هو هل يستطيع ترامب هذه الليلة حسب توقعاتك أن يحسم خلال ساعات بالفوز دعني أقول بأريزونا مثلا بجورجيا بميشيغن وأعود إلى ذرجينيا صعب جدا هي متقدمة في ذرجينيا أو ويسكنسون ساعتها سيكون الأمر قد انتهى قبل أن نتناول طعام الإفطار لن نحتاج أن ننتظر أياما في حال تحقق هذا التكهن في حال فعلا آلت إليه هذه الولايات ولكن إذا استطعت هي أن تتقدم في ولايات الجدار الأزرق ساعتها سيكون على ترامب كما قال زميلنا أن يفوز بنيفادا وجورجيا ويحسن في نيفادا وجورجيا وعلى الأرجح ويسكنسون التي يتقدم فيها الآن